الحاجات الرائعة الجميلة دي ايه؟ قالوا أخلقت ما هو أشد من الرياح؟ قال ابن آدم يسخر الرياح قالوا أخلقت ما هو أشد من ابن آدم؟ قال النوم فإن النوم يغلب ابن آدم قالوا أخلقت ما هو أشد من النوم؟ قال الهم فإن الهم يذهب النوم فقالت الملائكة يا ربنا أخلقت ما هو أشد من الهم؟ قال ذكري وقول لا إله إلا الله فإن ذلك يذهب الهموم ويفرج الكروب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع أصحابه في المقابل ذات يوم فمر على قبر فأشار إليه وقال إن صاحب هذا القبر في عذاب ثم واصل المسير مع أصحابه وبعد فترة وجيزة وهو عائد من نفس المكان أشار إلى نفس القبر وقال إن صاحب هذا القبر في نعيم تعجب الصحابة وقالوا يا رسول الله كيف كان صاحب هذا القبر في عذاب منذ فترة وجيزة ثم أصبح في نعيم بهذه السرعة قال لهم الحبيب لا أذري ولكن سأسأل لكم جبريل إذا جاءني بالوحي جاء جبريل فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل لا أذري ولكن سأسأل لك الله وصعد جبريل إلى رب العزة ثم نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد السلام يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك إن ذاك العبد كان مذنبا عاصيا مات وترك زوجته حبلة فكان يعذب بذنوبه في قبره وعندما ولدت زوجته أنجبت غلاما فربته ولما بدأ يدرك الكلام أرادت أن تعلمه ما ينفعه فأرسلته إلى شيخ من أصحابك ليحفظه القرآن في الوقت الذي كنتم تثيرون فيه أمام قبره فبدأ الشيخ تعليمه للغلام بأن قال له يا بني قل بسم الله الرحمن الرحيم فقال الغلام بسم الله الرحمن الرحيم هنا ناد جبار السماوات والأرض أن يا ملائكتي ارفعوا عن هذا العبد العذاب فقد خرج من ظهره غلام يشهد أنني أنا الرحمن الرحيم فكيف لا أرحم أباه وهو يقول أني رحيم يعني الولد هو اللي قال الرحمن الرحيم شفع للأب صحيح ولو الأب نفسه قال ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيوضح بقى أن البيت الذي يقرأ فيه القرآن تنصب عليه خيمة من نور تهتدي بها الملائكة الهابطة من السماء كما يهتدى بالكوكب الدري في لجج البحار فإذا مات صاحب القرآن انطفأ ذلك النور فيسأل الملائكة بعضهم بعضا أين صاحب القرآن الذي كان ينير بيته بتلاوته أناء الليل وأطراف النهار فيقال إنه قد مات وساعة إذن يصعد القرآن إلى رب العزة فيسأله الشفاعة لصاحبه ثم ينزل بعد أن يغسل صاحبه فيوضع بين الجسد والكفن حتى إذا ما دفن صاحب القرآن وجاءه الملكان الأسودان الأزرقان وأجلثاه للسؤال يتصور القرآن في صورة ملك جميل الطلع فيجلس بين صاحبه وبين الملكين السائلين فإذا وجه الملكان السؤال لصاحب القرآن قال له القرآن لا عليك منهما لا تخف ولا تحزن فإني قد سألت الله أن يشفعني فيك فشفعني أنا أشعرت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاغفره لذلك كل إنسان فينا يفتح المصحف ولو دقيقة في اليوم مجرد ما ينظر في المصحف ربنا سبحانه وتعالى بيحفظ عليه بصر من أمراض العيون لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أدام النظر في كتاب الله حافظ الله عليه بصره ما دام حيا أدام النظر يعني يفتح المصحف يبص فيه ولو نظر كل يوم ما تعديش يوم إلا ما تفتح المصحف حتى لو كنت أمي ما بتعرفش تكرق بص فيه فيه ثلاث حاجات النظر فيها عبادة فقط النظر في المصحف الشريف حتى لو ما بتكرقش النظر إلى الكعبة المشرفة النظر إلى وجه الوالدين بحنان الثلاث حاجات دي بتدي لصاحبها حسنات تثق الميزة لا إله إلا الله يعني أنا مش عايز أخلص وحيات ربنا يعني الله يبارك لك لأنه أكيد كتير من المشاهدين سمعوا وكلام حضرتك أكيد في حاجات أول مرة يسمعوهم يعني الحمد لله بفضل الله الواحد بيقرأ قرآن وكل حاجة بس إيه مش منتظم أنا من النهاردة هنتظم لأنه قد إيه أنا جوزي الحمد لله بفضل الله كل يوم بيقرأ عشر صفحات من القرآن ده لازم فغيرنا منه فهبتدي أعمل كده على قد مقدر وفي ذلك فليتنافس المتنافسه بالزفت كده هبتدي أنافسه دكتور يعني شرفتني وبجد سعيدة باللقاء النهاردة وبالمعلومات القيمة لحضرتك قلتهنة يعني بشكر جدا فضلية الدكتور محمد السعيد عطالة من علماء الأوقاف